اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لانه مافي شي محدد صراحة حتى شفت انا على اليوتيوب في ناس بتحفرها بالمعلقة فانتو حسب راحتكون ارتحتوا بهي المحفرة تبعا المحاشي كان بها ما ارتحتوا اختاروا اي شي تاني لانه بصراحة هي البطاطا بتكون قاسية وحفرها مزعج فاختاروا الادات المناسبة هلأ هاي المحفرة زريفة كتير لان طويلة لكن ما بتحفر منيح يعني ما بتطالع اللب منيح من جوة البطاطاية بتظل سميكة شوفوا انتو من كمية اللب يلي طلع بتعرفوا انو ما نحفرت معي منيح اما هون فانا بدي احفرها باشارة البطاطا شوفوا كيف بتحفر معي منيح عن جد هلأ هاي ممتازة جدا لهاي الاكلي بتطالع كل اللب من جوة وخاصة انو اطراف هاي الأشارة مسننة يعني مثل المنشار فبتطالع اللب كله يعني اذا بدكن رأيي شخصي فانا بنصحكم تحفروا البطاطا بأشارة البطاطا اسهل واخف جهد لانو عن جد هاي الأكلي الناس بتتهرب منها يعني انا كتير مثلا صديقاتي مثلا بيسألوني انو محتارين شو نطبخ فبقال لهم انا اعملوا مثلا بطاطا محشية فبيقلولي لا هاي صعبة بالفعل هي يعني الناس بتتهرب منها لهي الأكلة بسبب صعوبة تحفر البطاطا أما بهي الأشارة بإذن الله لحتلاقوها سهلة جدا وشوفوا كيف طلعتها مع أحلاها يعني طلعت كل اللب من جوا بتل ما قلت لكم من كمية اللب يلي طلع من البطاطاية بتعرفوا إذا البطاطاية انحفرت منيح أو لا وهيك خلصت حفر كل كمية البطاطا وغسلتها وغسلت اللب يلي طلع معي وحطيت كل واحد بمصفاية هلا أهم شي إنه بعد ما نخسل البطاطا بدنا نقلبها بهذا الشكل شوفوا هيك بدنا نقلبها بهذا الشكل للأسفل يعني لحتى تنزل كل المي منها حتى ما تطرش معنا بالزيت أثناء القلي وعلى مبدأ خالف تعرف شوفوا كيف طلعت لي هاي البطاطاية صفرة دون عن كل البطاطايات وهون اللب شوفوا هدول يلي مثل الشرائح هدول بدي أقلي هون ونزل هون بالطبخة بالأخير أما المبرومين فهدول بدي سد فيهون فتحت البطاطا من فوق من بعد ما أحشيها وهلأ بدي أعمل حشوة البطاطا يلي هي لحم وبصل أول شي فرمت بصلتين كبار نعمين كتير وحطيت بالمقلاية معلقتين سمنة وبصراحة يعني الأفضل إنه تكون سمنة حيواني بس إذا ما متوفر بتحطو زيت نباتي وهلأ من بعد ما دبل معي البصل حطيت معلقة صغيرة من الملح وبعدين حطيت اللحمة هلأ بالنسبة للحمة الكمية يلي بتحبوها يعني حسب المتوفر عندكم وحطيت معلقة صغيرة من الفلفل الأسود ومعلقة صغيرة من البهار المشكل وهلأ من بعد ما بردت معي اللحمة بدي أبدأ أحشي البطاطا هلأ طبعاً كمية الحشوة حسب الرغبة بتحبو تحشوها كمية كتيرة وبتحبو تحشوها كمية أقل هذ الشي حسب رغبتكم وحسب المتوفر بس طبعاً كل ما حشيناها أكتر كل ما طلعت أطيب كتير وآخر الشي بدي يسد فتحة البطاطا بقطع اللب المبرومين مثل ما شايفين تماماً وهي بطاطاية تانية نفس الشي نحشيها ومنسدها ومنجهزها للألي نفسك ومنجهزها voilà نفسك الزيت يجب أن يكون غزير كميته كثيرة يجب أن أقلي بطاطا فنجر لأن البطاطا سميكة و يجب أن تأخذ وقتها بالألي هذا هو اللون الصح للبطاطا يجب أن تكون محمرة هذا دليل أنه مستوية من جوه هذا اللب يطلع معي من البطاطا يجب أن أقليهم و أضيفهم على المرأة ولكن في البداية يجب أن أقليهم ثم يجب أن أقليهم وهون يجب أن أحضر المرأة يعني الصوص الذي يجب أن أقليه هلأ فيكم تستغنوا عنه البصلة بس بصراحة يعني أطيب مليار مرة لما بتضيفوها و حطيت كمان معلقة صغيرة من الملح و بدي يضيف معلقة كبيرة من اللطحين مليانة بدي تكون إضافة لطحين كتير بيعطيها كسافة تاخد العقلة للمرأة ما بنصحكم تستغنوا عنها أبدا يعني هاي هي سر النكهة طيبة لها الأكلة و هلأ بدي يضيف 3 معالق كبار من دبس البندورة و بدي يقلبهم مع الطحين و البصل هلأ دائما دبس البندورة بس نقلبه بالسمنة بيعطي لون مركز أكتر و طعمه أطيب و على فكرة ممكن تحتاجوا أنتوا أكتر من 3 معالق من دبس البندورة يعني حسب النوعية اليوم تستخدموها لأنه في أنواع لو منحط 6 معالق ما بتعطي لون و في أنواع من أول معلقتين منكتفي و من بعد ما قلينا دبس البندورة هلأ بدي يحط مي هلأ هون أنا ضفت 3 مي لأن البطاطا كيليين يعني أنتوا بتضيفوا المي على حسب كمية البطاطا و هلأ أول ما بتبدأ تغلي المرأة معنا بغطيها و بتركها نص ساعة على نار هادية لحتى تتعقد وتصير كسافتها منيحة و من بعد نص ساعة هلأ بدي نزل البطاطا و لا تخافوا أنه تطلع اللحمة من البطاطا لا أبدا أبدا ما بتطلع لأن لما نقلت البطاطا بالزيت كمشت مع اللحمة فما بتطلع منها أبدا و هلأ أول ما بدأت بالغليان بغطيها و بتركها تقريبا تلت ساعة لحتى تستوي هلأ بالوقت يلي بدي تستوي فيه البطاطا رح أعمل أنا الرز بشعيرية هلأ هون أنا حطيت معلقتين كبار سمنة و حمصت لشعيرية و شوفوا أنا طريقتي بطبخ الرز هلأ أنا بنزل الرز فوق الشعيرية و بقلب هون سوا لحتى ياخد الرز من نكهة السمنة ومن نكهة الشعيرية طبعا الرز هون حبة قصيرة هو رز مصري بنقعته نص صعب مي دافية وبعدين صفيته و ضفته فوق الشعيرية و من بعد ما تقلع معي الرز بدي ضيف المي هلأ هو المفروض لكل كاسة رز مصري نحط نحنا كاسة مي لكن أنا ما بعير أبدا عن جد ولا مرة عيرت دائما بحط المي لحتى تغمر الرز يعني فوق الرز تقريبا بعقدة إصبان و بيطلع بياخد العقل و لكل كاسة رز بدي معلقة صغيرة ملح يعني أنا عندي هون أربع كاسات رز حطيت اللون أربع معالي ملح صغار وتركته على نار عالية أول ما يبدأ يغلي بغطيه وبخلي النار مثل الشمعة لحتى يتهدى و هيك البطاطا المحشية مع الرز بشعيرية صارت جازة والله هالأكلة ما بينشبع منها أبدا أبدا جربوها كنوع من التغيير عن الأكل التقليدي و شوفوا لي هالصحن اي والله بينهدى الملوك و بدي منكن تجربوها بالعزايم عن جد كتير بتبيض الوج و منظرها عالصفرة بياخد العقل و شوفوا هون لب البطاطا من بعد ما قاليته بالزيت و نزلته بالمرأة يعني صح الأكلة بتعزب شوي و شغلها كتير بس والله بتستاهل و عملت كمان جرب هالأكلة تبولة غير شكل حامضة و لذيذة جدا جدا شوفوا شكلها عم يحكي طبعا انا من مبارح فرمت البقدونس لحتى ما انعجي بيوم واحد بين الطبخة وبين التبولة هلا انتو اذا عم تعملوها الأكلة اول مرة فيمكن رح تلاقوا صعوبة انو بتحضير هالأكلة بس بعدين بتعتادوا عليها و بتصيروا دائما تطبخوها هو اهم الشي انو تبدأوا تحضيرها من بكير لانو فيها عدة خطوات ولهون حبايبي بكون وصلت معكن لنهاية الفيديو اذا عجبتكن هالوصفة دعموني بلايك و تعليق لحتى تكبر قناتي بمحبتكن و تشجيعكن عن جد انا كتير محتاجتكن هالفترة لانو القناة ما عم ترتفع يعني في كتير ناس عم تشوف الفيديوهات بس ما عم تحط لايك ما عم تحط تعليق فاليوتيوب بيصير بيرفضة يعني بالاخير فبتمنى منكن هيك تشجعوني و تدعموني بلايكات و تعليقات و بشكركم كتير على حسن المتابعة و بشوفكم في فيديوهات جديدة بامان الله باي باي موسيقى 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 اشتركوا في القناة